الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حرج من ذبح العقيقة في بلاد فقيرة عاني الجوع والفقر الشديد ولكن مع مراعاة شروط العقيقة ومنها ذبح الثني من الغنم والبقر والإبل لأن هذا هو السن المجزء شرعا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجوز التضحية به من سن الذبيحة ويقاس على الأضحية العقيقة وذلك لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم ولا يجزئ من الضأن في العقيقة كما في الأضحية إلا ما كان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر سواء كان ذكرا أم أنثى ويسمى جذعا لما رواه أبو داود والنساء من حديث مجاشع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة سواء كان ذكرا أم أنثى والمسنة من المعز ما بلغت سنة ودخلت في الثانية ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ومن الإبل ما أتمت خمسة سنين ودخلت في السادسة هذا والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر